هل يصح ان انا في اجواء يعني احساسك بالسعاف ده ان انت وصلت للطبع الحداشر في روايتك الجديدة بعد كم شهر من صدورها اسألك عن الرواية القادمة ولا لا ما يصحش لا عادي خط انت فرحان وخلاص لا في رواية قادمة وحاليا بعمل عليها برضو وبرضو هي بتحمل طابع شوية فكري ولكن في معاصرة شوية يعني في مسج بين التاريخ والمعاصرة واتمنى يعني برضو تجاوب على بعض الاسئلة في زمن من الازمينة الجزء المعاصر في زمن هنسميها ازمينة حدودية كده يعني انت رواياتك الاولى والتانية في ازمينة كده ما بين حقب ايوة في لحظات تحول تاريخية ففيها بعض الحاجات اللي سقطت الى حد ما احنا بناخد الجزء المعاصر في حقبة حالية من التسعيلات لحد قبل صورة يناير 2011 وفي الجزء القديم شوية برضو حقبة غامضة شوية ما حدش تكلم عنها كتير في ما بعد فترة يعني فترة اليونانيين مش هقول تفاصيل كتير انما في الفترة اليونانية مش هستعلى كتير من كده بس اكيد في انتظار رواية ستسير الجدل حتما زي ما بعض التفاصيل افضل كلمة توسير الفكر التفكير انا لا احب ان اسير الجدل